تخويل سني كردي لمصطفى الكاظمي لاختيار وزراء حكومته يضع الكوى الشيعية في موقف صعب بما قد يجبرها على اتخاذ خطوة مماثلة تعطي الكاظمي دعما كبيرا لتمرير حكومته داخل البرلمة تخويل الكتل الكردية والسنية للكاظمي باختيار الكابينة الوزارية ومنحها الحرية أعتقد سيضع الكتل الشيعية أمام إحراج كبير هي ستكون في مواجهة اتهام بعرقلة تشكيل الحكومة في ظل أزمة كبيرة يمر به العراق أزمة اقتصادية يضاف إلى أزمة كورونا هذه الخطوة التي ستدعم فرص الكاظمي تأتي بسبب إدراك القوى السياسية العراقية أن عدم مرور الأخير سيؤدي إلى خلق تأزم سياسي غير مسبوق عدم تمرير الكاظمي هو رصاصة الرحمة في جسد العملية السياسية فشل ثلاثة مكلفين هو أمر ليس في الهين وهو خرقا واضحا للتجربة الديمقراطية وسيجعلنا أمام مؤاخذات داخلية دستورية وكذلك أمام مؤاخذات خارجية دولية أعضاء في تحالف الفتح أكثر التحالفات الشيعية عددا أكدوا أن الحوارات السياسية مع رئيس الوزراء المكلف وصلت إلى مراحلها النهائية وأن طلبا لرئاس البرلمان لعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة الكاظمي قد يقدم خلال اليومين المقبلين يستنبط خبراء السياسة من التجارب السابقة للعملية السياسية العراقية بأن لا ثابت فيها مما يحتم على المكلف بتشكيل الحكومة العراقية أخذوا المواثيق والتفاوض حتى الرمق الأخير مصطفى القطان قناة الغد بغداد